كيف ترى وضع المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو مع رغبته الآن للتقدم باتجاه رفح كما تحدثنا المدنيين ممكن أن يسقط عدد كبير من المدنيين بسبب هذه العملية ممكن الرهائن أن يقتل المزيد من الرهائن وإسرائيل يعني لم تنقض الكثير من الرهائن بل قتل الكثير من الرهائن مقابل ما تم أنقاذه أو التفاوض عليه وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى السابع من أكتوبر وكل أسباب حدوث السابع من أكتوبر هي تطارد أيضا بنيامين نتنياهو ألا ترى أن نتنياهو حتى وإن نجح في معركة رفح شبح السابع من أكتوبر المدنيين الرهائن سيستمر بمطاردته وكذلك المدنيين من الشمال الإسرائيلي أيضا لا زالوا يضغطون على حكومته في مسألة حزب الله اللبناني ألا ترى أن الحكومة الإسرائيلية ستبقى تحت النار حتى بعد رفح نعم أتفق 100% أعتقد أنه لا أستطيع أن أرى أن نتنياهو سينجو من كل ذلك سوف يحاسب في النهاية على ما جرى في السابع من أكتوبر كما كان لرئيسة الوزراء السابقة جولدا مئير عندما حسبت على حرب رمضان سنة 73 حيث أخذت إسرائيل بغتة من قبل قوات سورية ومصرية وقد استرقى الأمر عاما من أجل أن تزال لأنها أعيد انتخابها ولكنها تنحت ومع نتنياهو أعتقد أن السابع من أكتوبر هي إحدى مشاكله وأما المشاكل الأخرى بغض النظر عما سيحدث في رفع هو الانقسامات في إسرائيل المتعلقة بخدمة الأورترو أورتردوكس في الجيش منذ عام أو عام ونصف فإن نتنياهو أطلق هذا الإصلاح المثير للجدل من أجل أن ينتزع السلطة في القوانين التي يصدرها الكنسة وهذا نتج عنه الملايين من الإسرائيليين الذين اعترضوا واحتجوا كل يوم لأكثر من عام فهذه قضية انقسموا عليها حاليا أيضا هناك قضية هناك انقسام كبير عليها بسبب تزايد المطالب على قوات الدفاع الإسرائيلية فإن الخدمة الإنزامية في الجيش لدى قد تصعدت منذ عامين وثمانية أشهر إلى ثلاثة أعوام وهناك أيضا خدمة الاحتياط لأعوام أخرى إلى أن يأتي أمر بعكس ذلك فكل ذلك جزئيا لأن ليس لديهم ما يكفي من القوات وأحد أسباب ذلك هو أن إسرائيل مجتمعها الأولترا أرثوديكس المتنامي لديه الإعفاء من أجل أن يدرس التوراة فالأغلبية العظمى من الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش ترى بأن هذه الفئة لديها الكثير من التمييز والإعانات من الحكومة وهي في الحكومة ولكنها لا تخدم في الجيش ولا تدفع الضرائب وكأعضاء من هذا التحالف يقولون لكل من في البلد ما الذي كان من قيام به فإذن هناك الكثير من الحنق ضد هذه الفئة وأنها لا تخدم في الجيش فإذن الجميع لازالوا يتقلون في هذا الأمر فإذن هذا مشروع قرار الآن أمام الكنسة ولكن حلفاء نتنيا هم الأورثوديكس وغلاند وبني جانز ولوبيد وأعضاء آخرون من هذا التحالف الحرب يهددون بأن يغادروا الحكومة من أجل مشروع القرار إذا تم تمريره من أجل مزيد من الإعفاءات لهذه الفئة من الخدمة فهم يرون بأن هذا الأمر مجحب وأنه أمر بدافع سياسي فإذن أعتقد بأن هذا الأمر كذلك له فرصة جيدة في أن يسقط حكومة نتنياهو خلال الأشهر القادمة ولكن أعتقد بأن هناك إجمع عام في إسرائيل بأنهم ينبغي أن لا يسعوا إلى ذلك وأن يقوموا بالانتخابات هذه عمليات تتصارغوا ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك قبل أن تبدأ حملة رقم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا